دكتور رحمد ثابت الحركة عمل لنا تشكيل مختلف عن أو يعني من وجهة نظرك التشكيل وأيضا بعض الحالات اللي حنتكلم عنها في نادي الدحيل القطر تماما مظبوط؟ اه اتفضل اتفضل يا كريم شكرا جزيلا اتفضل يا دكتور طيب خلينا بقى نتكلم عن وجهة نظر دكتور رحمد ثابت في التشكيل الخاص بفريق الدحيل القطر انا شايف ان طريقة اللقب هتبقى اربعة اربعة اثنين اربعة اثنين اه اوكي في حرص المرمى صلاح زكريا حرص المرمى ده نعلم عليه دايرة كده انه هو واحد من نقاط الضعف اللي هو عنده واحد وعشرين سنة صغير في السن من انه بسه جاي اه بس صغير في السن اول نقطة كده انه نقدر ان نشوط من بره سلاح التزديدات تجرب في واحدة او اثنين ممكن ان شاء الله تكون سلاح مهم خاصة ان مثل هذه المباريات بتلعب على التفاصيل الصغيرة يعني ايه تفاصيل الصغيرة يعني تستغل خطأ من عند من مدافع استغل خطأ من حرص مرمى افشا يشوط لشوطة افشا يشوط لشوطة دي حاجة مهمة جدا ومهمة جدا في ماتش بكرة هنتكلم عليها دلوقتي اوكي وقدر بركنية تمام نيجي للاتنين المساكين مهدي بن عطية واحمد ياسر المحمدي مفيش اختلاف اه مفيش اختلاف نيجي بقى للباك اليمين اسماعيل محمد حباك سألت السؤال وقلت هل فيه امكانية ان ممكن يبدأوا بباك اليمين اه ممكن ممكن يبقى فيه باسم او بسام الراوي فيه كلام في بعض الاخبار ان ممكن بسام الراوي يعني التشكيلة دي بنسبة 99% هتوبقى هي بس بسام الراوي ممكن يخش يلعب باك رايت اه يلعب باك رايت كمساك هو اصلا مساك فهيخش يدفع بيك لان طبعا نقطة قوت النادي الاهلي هنا فهو دي الاخبار اللي طالع ان هما هيبدأوا احتمال يبدأوا بمساك لكن التشكيلة اللي بتلعب دايما ان هو اسماعيل محمد بيبدأ كيه ظهير ايمن لكن لو شوفنا في التشكيل حنعرف ان باسم الراوي هو اللي نحية اليمين سلطان البريك طبعا ده باك شمال يمكن خط الدفاع انا بشوف ان هو واحد من نقاط الضعف المهمة جدا في الفرقة مهدي بنعطية اه خبرة ولكن عندهم بط عندهم السهل جدا ان انت تضربهم بالتمريرات الطولية اللي في ظهر المدافعين التمرير الطولي عندهم الحتة دي المساحة اللي ما بين احمد ياسر المحمدي وسلطان البريك دي نقطة ضعف واضحة اللي هيلعب جناح يمين يقدر ان هو يستغلها سواء حسين الشحات سواء طهر محمد طاهر اي حد هيلعب في الحتة دي يقدر ان هو يستغلها اسماعيل محمد احنا اتكلمنا قبل كده قولنا ان هو نقطة ضعف واضحة لو لعب هنا كهرباء او طاهر او حتى الشحات يقدر ان هو يعني ايه يعمل شوارع في الحتة دي ناحية اسماعيل محمد لو بدأ كزهير ايمن نيجي للاتنين الارتكاز طبعا البرازيلي لويش جونيور لويش جونيور ده يعتبر هو كسحة الالغام بتاعهم هو اللي بيقطع الكرات الكتير علي كريمي هو اللعيب البصير هو اللي بيكمل هو اللي عنده حتة الزيادة اللي قدام دايما وهو اللي بيعمل عملية الربط ما بين الدفاع والهجوم اتنين ارتكاز في طريقة اربعة اربعة اتنين مع وجود اتنين برازيليين قدراتهم الدفاعية مش عالية بتعمل ايه بتعمل فجوة في وسط الملعب حداك قلت ان ممكن محمد مجدي افشا يسدد اه طبعا لان محمد مجدي افشا يقدر قادر ان هو يستغل المساحات اللي في ظهر الاتنين الارتكاز دول يقدر المساحات دي اللي هي الزون فورتيني اللي تكلمنا عليها قبل كده المساحات الوراء جزء الهنا اللي فاضي ده دايما اه الوراء الاتنين الارتكاز هم عندهم لازم واحد من الاتنين دول يرجع يدفع معهم كارتكاز تالت ما بيش بيحصل الكلام ده او واحد من الظاهرين يرحل معه او واحد من الاتنين الفراودة يكون بيضم وبالتالي هنا بيبقى فيه فجوة هو ده ممكن ما بيحصل لا ده ما بيحصلش طبعا هم عندهم فريق اذا اختلافك انت عن عن كريم ان كريم بيقول اربعة اتنين تلاتة واحد انا اربعة اتنين المعز علي جناحين فتحين اه جناحين فتحين دودو دايما بيبقى نحية الشمال وادميلزون جونيور نحية اليمين طبعا دودو خطورته كلها انه هو ايه بيضم للعمق اه عشان كريم بيقول انه هو بيتحول كصنع العال اوكي المعز علي دايما بينزل يسقط لتحت بينزل يسقط كجناح ايسر وبينزل يسقط كصنع العال مهاجم متحرك اما مايكل اولونجا كساء البرج العالي 193 عندنا برضو برج بدري بنون 193 نفس الطول هيعمله منتو مال على بعض عطاك نحن هنشوفه يعني برج مع برج مايكل اولونجا مع بدري بنون في الحالة دي في الحالة دي لعب اربعة اربعة اتنين معز ومايكل اتنين واضحين تعمل ايه نادي القالة هيلعب طبعا لازم يكون في واحد من الاتنين للارتكاز اولا ممكن الباك اليمين لازم يبقى ثابت وراء لازم ليه لان دودو ده خطير جدا فلازم يعني في حلين اول حل ان انت تخلي تثبت باك كسير دي باك طبعا حضاك كنت باك رأيت انت بتثبت مع الاتنين المساكين وتطير باك منهم بحيث ان يبقى فيه تلاتة دايما سبتين وراء ثلاثة على اتنين اه مثلا محمد هاني مثلا وياسر وبدري بنون وايمن اشرة مثلا على سبيل المسال يعني يبقى فيه تلاتة وراء ده حل الحل التاني ان يبقى فيه واحد من الارتكاز لازم يبقى يغطي العمق سواء اليو ديونج سواء حمدي فتحي هما دايما اللي جبهم او عمر السلية اي حد من اللي هو الارتكاز الدفاعي تحديدا اللي هو دايما بيغطي القلب بيغطي عمق الملعب مهم جدا انت بقالنا فترة ما تلعبش علينا اتنين فراودة اتنين مهاجمين بقالنا فترة ما تلعبش علينا كده يعني اتنين مهاجمين الحتة دي مهمة جدا دودو طبعا كياه جناح شمال دودو بيعمل ايه بيضم للعمق بيتحول كصانع علعاب وممكن يشوت أدميلسون جونيور خطورته كلها التحول ده اللي احنا قلنا عليه ما بين ايه؟ ما بين أيمن أشرف ومعلول في المساحة ما بين المساك والباك عشان يستقبل العرضية اللي بتيجي من ناحية الشمال ويسجل مهم جدا المدافعين بكرة يكونوا صحيين لتحركات أدميلسون جونيور لازم دايما بيخش في المطقة ما بين الستوبر والباكليفت متحفزة جملة متحفزة حتى الباكليفت جبناها في مرة كان بيبصله قبل ما بيرفع متحفزة فمهم جدا ان لازم ده لازم يكون اواخد بالي من تحركات أدميلسون جونيور الاتنين المهاجمين طبعا المعز علي هو اللي بينزل يسقط ويتحول كصانع على العاب ومايكل أولونجا هو الطويل المهاجم الطويل هداف سجل فينا قبل كده مع منتخب مصر مع كابتن حسام البدري في أول مباراة وسجل برضه في كاس الأم الأفريقية هداف الدوري الياباني طويل الكرامة وحتى كمان لما نجيب الحالات هنشوف بعض الحالات ليه فيه لضربات الركنية مميز فيها أول